انطلقت فعالية المؤتمر الدولي الثاني للمياه في بغداد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتحت شعار المياه والتغيرات المناخية وايضا بمشاركة دول عربية واجنبية تهدف فعاليات المؤتمر لتحقيق التنمية المستدامة للمياه وكذلك تنصيق مع دول الجوار المتشاطئة من أجل تقليل الضرر نتيجة شح المياه فضلا عن مناقشة التغيرات المناخية وايضا أثارها على الموارد المائية والاستجابة العالمية لهذا الموضوع كما سيناقش المؤتمر أيضا موضوع تبادل الخبرات وسبول التغلب على الشح المياه واستدامة المياه السطحية والجوفية وايضا الحفاظ على تنوع الأحياء وتطوير السياسة المائية بما ينسجم مع التطورات المناخية في العالم